السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادين تطرقوا الى عكس تطور حالة ما قبل السكري الى داء السكري داء السكري قبل ما يتشكل فانه كيدوز من مراحل ومبين هاد المراحل كنلقاو مقاومة الانسولين مقاومة الانسولين هي مدة صامتة تقدر تقلس من عشره حتى الخمسطاش للسانة وتيكون مستوى السكر فيها ما بين القرام حتى القرام فاصلة خمسة وعشرين هاد السكر اللي كان حسبوه وحنا صايمين كاينة واحد تحليل اخرى كتسمى الخزان او ليموغلوبين آآ آنسي ليموغلوبين غليكي هاد التحليلة كنديروها باش نشوفو نسبات السكر كيفاش كانت في الشهور اللي فاتت مقاومة الانسولين كيكون فيها الخزان ما بين خمسة فاصلة سبعة وستة فاصلة أربعة اما في حالة داء السكري يعني اه الشخص جاه السكر تيكون السكر ديالو هو صايم اكتر من قرام وستة وعشرين والخزان ديالو كيكون كتر من ستة فاصلة خمسة يعني انفوك القواد النتائج في التحليل را كنقلو بلي الشخص عندو داء السكري كيفاش كيجينا داء السكري كيما قلت لكم كيجي من مراحل من بناه مقاومة الانسولين واد مقاومة الانسولين كتجي بسبب تناول اغذية غنية بالنشو السكرية بحال الخباز لبات اه دوكلي الفاست بحال بيتزا والطاكوس الحلاوي المسمن يعني قعدك شا تيكون غنية بالنشو السكرية تيقدر يتيبنا الى حالة مقاومة الانسولين واداك الاكل المفرط وبيل الاوقات ديال هاد الاغذية هادو دائما كي حفز لنا البونكرياس انه تفرض لنا ذاك الورمون اللي هو الانسولين لغي خلي الجسم انه يستفد من السكر باش ينتج الطاقة ولكن الى كانت الاستهلاك ديال هاد الاطعيمة بواحد شكلي وغير معقلا فان البونكرياس غادبقى دائما تفرز داك الانسولين ومع مرور الوقت غادي التعب غادي تعيى ومن ليه غادي التعب ديال البونكرياس فبالتالي الافراز ديال الانسولين غادي يقلال ومن ليه غادي يقلال افراز الانسولين غادي يبانو ديك باستعاد الاعراض ديال 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 د أو ما يسمع بالإنجليزية الأكونتوزيس نيغريكنز هذا الأكونتوزيس نيغريكنز أو الشيوك الأسود إلى قناعنا فتيدل على أنه عندنا مقاومة للأنسلين وكيكون خصوصا على مستوى العنق وتيكون على مستوى الإبطين دونك من اللي كي تنستل لدينا داء السكري ديك الساعات غدي بدأوا عندنا الأعراض بالإصافة كان فوتوا هذا المرحلة لدي المقاومة للأنسلين كي يقل لدينا الأنسلين السكر تيبدأ تيطلع لنا في الدم تيفوت لنا جرام 26 الخزان تيطلع لنا فوق 6.5 بغي بدأوا الأعراض تبول متكرر دو كلاش تيراسك تتبول بزاف الليل فعرف بأنه رابدك داء السكري القي تيراسك تجيك الدوخة والضبابية في التفكير ديالك فهو من أعراض ارتفاع السكر في الدم تيجيك الجوع بزاف وشراها في الأكل فهدو من أعراض داء السكري أكل السكرية يعني لوحتي يكون عنده داك القابلية أنه يبغي يأكل السكر بزاف تتسمى كذلك يعني لوحتي يبغي يأكل السكر بزاف فهدو أعراض ديال السكري التعب بعد الأكل حتى هو لواحد إن فتي يأكل تيدير لانسلين واحد لبيك وتيعود ينزل السكر في الدم من بين الأعراض ديال داء السكري فهو التعب بعد الأكل وكذلك التنميل ديال الأطراف هذا التنميل ديال الأطراف يقدر يكون عارض من أعراض داء السكري كما أنه يقدر يكون عارض من المضاعفات دياله لأنه داء السكري يطول بزاف تيدير لنا التنميل في الأطراف بسبب تضرر ديال الأعصاب بالنسبة لمرحلة ديال كيفاش نعكسه هاد حالة ما قبل السكر يعني مقاومة الأنسلين يعني السكر عدنا ما بين جرام و جرام 25 والخزان ما بين 5.7 و 6.4 كيفاش نرجع السكر ديالنا مزيان والخزان ديالنا مزيان أول حاجة هو أنه هادو كل الأغذية الغانية بش الناشاء السكرية تخصى نحبسوهم باستا بيمويات درا المقليات الدهنيات داك شي كامل خصويت تحبس يعني خصنا نحبسوه ضروري و مؤكد باش أنه نقدر نتحكموه في النسبة ديال السكر ديالنا في الدم الرياضة كذلك يجيب عمل الرياضة لمدة ديال 30 دقيقة ضروري لأن الرياضة كتلعب دور مهم جدا في خفض نسبة الدهون في الجسم و الحفاظ على اللياقة البدنية أما بالنسبة للغذاء فالغذاء المنصح به العكس تطور داء السكري هو الغذاء دو المؤشر الجليسيمي المنخفض يعني داك المؤشر اللي ما غادش يخلي لنا السكر يطلع بواحد الكيفية اللي يسريعه اللي غاد يطلع بكيفية بطيئة و ما غادش يطلع لدوك القيام الكبيرة بزف من بين الأغذية اللي منصح بها هم الخضر و الفواكه الحبوب الكاملة الخبز يتحيد الخبز الفورس والسكريات الدهنيات اللي باتيسخي يعني يقعدوا كل اللي يكونوا غانين بالدهنيات المشبعة و الدهنيات المخفية بحل اللي باتيسخي داك الشيخص يتحبس نخصنا عوضوه بأغذية غنية بالألياف الطبيعية الخضر الفواكه العصائر طازجة بدون سكرية مضافة الناس اللي عزيزة عليهم القهوة يشربوها بلا سكر الناس اللي كيبغيوا السكريني شي حاجة تكون حلوة يحيدوا السكر كاينين بدائي بحل ستيفيا ولكن غير منصوح أن الوحدي يكتر منهم بزف وبهذا نصلوا لنهاية الفيديو وكنتمنى لكم صحة جيدة وما تنسوش تديروا الاشتراك في القناة ومشاركتها مع الأصدقاء والأقارب شكرا 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 شكرا